عبر الهاتف ينضم إلينا الهراس الأكسترانيوز من كييف محمد أزاوي محمد بعد التحية لك كييف، فينيتا، جتومر، وإدسا، وخركيف، ودينيبرو كل هذه المدن أعلن عن دوي سفارات الإنذار بها هل من وقع على هذا الخبر؟ نعم، تم التحية طيبة هي في الحقيقة مع بداية الوقت حبرت في جوال العاصمة الأوكرانية وغيرها من المدن الأوكرانية بداية تقريبا من الساعة العاشرة سمع دوي سفارات الإنذار في كبرى المدن الأوكرانية طبعا منتظر ربما المعلومات الأخيرة فيما في استقرار الواردة من مفتلة المدن على الأقل هنا في العاصمة الأوكرانية كييف سمع دوي سفارات الإنذار مراتين كان هناك حديث عن خطر جوي لكن لحد الساعة تبدو الأمور هادئة أقريبا وطالما هي كذلك إذن تطلعنا على ما وصلت بشأنه الأنباء بشأن الغارات أو العملية العسكرية الروسية التي أعدن عنها من قبل الرئيس في ضنباس أو في غيرها من المدن إن وجدت نعم هو كذلك في العلم سأعلن الرئيس الأوكراني رسميا بأن القوات الروسية قد بدأت العملية العسكرية التي كانت أفتعد لها منذ فترة قال بأن العديد من المناطق الأوكرانية في الشرق تواجه هدوما يتركز بشكل أساسي في منطقتين لوهانس ودوناتس وكذلك خاركي شدد رئيس بنيتك أيضا في شطابه المتعي أمس لأنه بغض النظر عن عدد البنيت الذين يتم دفعهم من الجانب الروسي لأوكرانيا قال بأن بلاده ستولى سواء أن البنيت الأوكرانيين في ضنباس ويطاكنون ولم يتخلوا عن أي شبر من أراضيهم على حد قوله طبعا من الأشياء المهمة التي قالها بنيتك أيضا هو إقراره بأن المعارف اليوم التي بدأت في شرق وجنوب أوكرانيا قال بأن القوات الروسية الآن تهاجل بشكل مدروس وأكثر من قبل قال هي تبحث عن نقاب ضعف لدخول القوات للمناطق التي ربما يحسون فيها بضعف القوات الأوكرانية على خلاف ربما حدثة في العاصمة الأوكرانية وكذلك في مدن شمال البلاد في الأسبوع الماضية رئيس الأوكراني أيضا في رسالته هذه طبعا في خضم اليوم الظابع والخمسين للحرب الروسية قال بأن القوات الروسية في البنباس أكملت جميع استعداداتها لغزو المناطق الشرقية لأوكرانيا وقال بأنه هذا فعليس فقط المناطق الشرقية ولكن الحفاظ أيضا على المناطق التي قال بأنها تمت كانت من احتلالها في جنوب البلاد